يحرص دوماً صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تأكيد استمرارية المشاريع الخدمية التي توفر كافة المتطلبات لأبنائه المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة وتجسيداً لرؤيته السامية قامت دائرة الأشغال العامة بالشارقة التي تحث دوماً على الاهتمام بنهضة الإمارة وتوفير أفضل سبول العيش فيها بإنشاء أكبر سوق تجاري تخصصي في الشارقة سوق الجبيل من حيث المساحة وتنوع الخدمات وتعدد الأنشطة وقد منحت دائرة الأشغال العامة بالشارقة مهمة بناء السوق لشاركة الشمس للهندسة والمقاولات إحدى شركات المقاولات الرائدة في الشرق الأوسط لقد خصصت شركة الشمس للهندسة والمقاولات لبناء هذا المشروع أفضل الكوادر الفنية من المهندسين الأكفاء والعمالة ذات الكفاءة العالية وذلك الإنجاز هذا المشروع وفق المعايير الهندسية العالية ولتلبية أعلى المستويات من حيث الأداء والجودة حيث يتم تشييد السوق والذي يعتبر صرحاً معمارياً مهماً يعكس عراقة الماضي وأصالته وإبداع الحاضر وتطوره مع المحافظة على الطراز العربي الإسلامي في منطقة الجبيل في قلب مدينة الشارقة ويتميز موقعه الاستراتيجي بالقرب من الميناء لتسهيل مهمة توريد الأسماك إليه هادفاً إلى المساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية في الإمارة يتألف السوق من طابقين بهما 403 محلاً ويتضمن ثلاثة أقسام القسم الأول محل بيع الخضار والفواكه والثاني اللحوم والثالث لبيع الأسماك كما تتواجد أماكن لتنظيف الأسماك وقد صمم السوق بطريقة تمكن من الاستفادة من آليات متخصصة بتقنيات عالية لشفط الروائح يعتبر سوق السمك الجبيل بالشارقة أحد المعالم العمرانية المميزة التي يتجلى فيها فن العمارة الإسلامي والذي سيتصدر الإنجازات الحضارية في مختلف المجالات موسيقى موسيقى